السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم الدرس الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو ليصلكم كلها جديد نتكلم في هذا الفيديو عن كما الفاصلة باللغة الإنجليزية متى أستخدمها عند الكتابة إذا أردت أن أكتب شيء في اللغة الإنجليزية إذا كما قلنا كما إذا الفاصلة أول استخدام two separate words in a list لنفصل كلمات في قائمة إذا كان عندنا قائمة من الأشياء لنفصل هذه الكلمات بكما مثلا عندنا red, pink and white colors يا الوان البيضاء والزهرية والحمراء اللاحظة عندنا قائمة من الألوان بهذه الحالة لا نضع red and pink and white لا أول لونين نضع فاصلة يعني كما آخر لونين نضع and إذا لنفصل كلمات عن بعضها نضع come on tea, coffee, milk and juice اللاحظة أيضا عندنا قائمة من المشروبات بهذه الحالة لا نضع tea and coffee and milk and هذا خطأ فقط آخر مشروبين في هذه القائمة أو آخر كلمتين في القائمة نضع and الباقي نفصل بينهما بكما بفاصلة red, pink and white colors tea, coffee, milk and juice two separate phrases and closes أيضا نفصل العبارات وشبهة جملة مثلا عندنا if you keep busy take your time يعني إذا بقيت مشغول خذ وقتك اللاحظ العبارة هذه if you keep busy يعني إذا استمرأت بكونك مشغول أو إذا بقيت مشغول طيب الجملة هذه أو العبارة هذه ليست تامة المعنى ليست جملة كاملة if you keep busy إذا ظلت مشغول طيب أنتظر منك مزيد من المعلومات more information إذن مزيد من المعلومات عند إذن لا نضع نقطة نضع فاصلة take your time خذ وقتك إذن أعطيت المعنى أو الكلام الذي أريد أنصوه لك بهذا الحال أصبحت جملة كاملة وانهيها بنقطة لاحظ هي عبارة عن عبارتين وضعت بينهم فاصلة إذن لنفس العبارتين العبارة أنه كلمات ليست تامة المعنى if you keep busy take your time لا نضع نقطة كما قلنا في الستوب نضع كما أيضا الاستخدام الآخر before and after a clause or phrase that gives additional يعني قبل أو بعد العبارات التي تعطي مزيد من المعلومات يعني معلومات إضافية لاحظ هذه باللغة العربية نسميها جملة اعتراضية ماذا يعني جملة اعتراضية تعطي مزيد من المعلومات ممكن أن نقول the streets are situated between the towers يعني الشوارع تكون بين الأبراج لكن أريد أن أعطي ما نوع هذا الشوارع أو نعطي مزيد من المعلومات على هذا الشوارع which تعود على streets which are very popular with signs تكون مشهورة أو معروفة بالشخصات أو اللوحات إذن هنا أعطيت مزيد من المعلومات كما قلنا نسميها جملة اعتراضية ممكن نحذفها لو حذفناها كما قلنا which are very popular with signs لا تختل جملة the streets are أيضا في عدنا جملة أخرى لكن هذه نسميها additional إذن جملة إضافية أو عبارة إضافية لتعطي مزيد من المعلومات نضع قبلها وبعدها اللاحظ قبلها كما وبعدها أيضا نضع كما فاصلة إذن الفاصلة نضعها إذا كان عندنا جملة وجملة أخرى أو عبارة تعطينا مزيد من المعلومات عندها إذن نضع قبل وبعد هذه العبارة أيضا استخدام الآخر to separate main closes linked by and as but for or يعني عندنا لاحظ but نضع قبلها أيضا كما إذا لنفصل العبارات الرئيسية الموصولة أو المربوطة ب and إذا كان عندنا and قبلها as but for or we won the race إذن ربحنا السباق وضعنا but إذن هيا نسميها عبارة أساسية وضعنا but لكن unfortunately we lost the prize لكن لسوء الحظ خسرنا أو أضعنا الجائزة إذن قبل but وضعت أيضا كما إذن عندنا عبارات رئيسية فيها and as but for or قبل كلمات الوصلة هذه conjunction سميها نضع فاصلة لاحظ but وضعت قبلها كما أيضا استخدام الآخر to separate and introductory word يعني بفصل كلمة افتتاحية مثلا oh so that's the reason إذن هيا نسميحنا كلمة افتتاحية لذلك هذا السبب that's the reason إذن نضع كما as it happens however i never so here again كما يحدث however عليتي حال نضع لاحظ كما فاصلة أيضا however نضع فاصلة دائما however ركز عليها نضع قبلها كما وبعدها أيضا كما i never so here again إذن لم أشاهدها أبدا ثانية لاحظ never نترجمها لا أبدا by the way نعرف طريق لكن عندما نقول by the way يعني بالمناسبة نحفظ العبارة هذه by the way إذن بالمناسبة نضع بعدها كما you can take it يمكنك أن تأخذها إذن إذا كان عدي كلمة افتتاحية أضع بعدها كما oh so that's the reason as it happens however I never saw her again by the way you can take it إذن to separate a tag question إلى الفصل السؤال اللاحق إذن question tag السؤال اللاحق تكلمنا في ثلاث أو أربع فيديوات عن question tag أو نسميه tag question السؤال اللاحق أو نسميه السؤال المذيل مثلا نقول باللغة العربية أذهب إلى المدرسة أليس كذلك تحب كرة القدم أليس كذلك إذن بمعنى أليس كذلك هذا نسميه attack question اللاحب يرجى موجود على القناة يدخل على قائمة تشغيل تشكيل سؤال موجود أربع فيديوات عن هذا الموضوع بشكل مفصل إذن to separate attack question from the rest of the sentence لنفصل السؤال اللاحق عن بقية الجملة مثلا إذن لاحظ هذا الجملة he likes English إذن هو يحب اللغة الإنجليزية هذه الجملة تامة المعنى وضعنا في نهاية الجملة وبدأنا بحرف كبير لكن أريد أن أقول هو يحب اللغة الإنجليزية أليس كذلك اللاحبة الجملة هذه بالpresent simple بالمضارع البسيط بالمضارع البسيط يكون الفعل المساعد الفاعل ه عندي أذن نستخدم الفعل المساعد فقط نقلب بين الضمير والفعل المساعد إذا كانت الجملة مثبتة ما فيها نضع نضع تصبح بمعنى أليس كذلك إذن نضع كما إذن لنفصل الجملة عن السؤال اللاحق إذن أحد استخدامات الفاصلة نضعها لنفصل الجملة عن السؤال اللاحق طبعا موجودة فيديوهات كما قلنا على القناة ليحب يستطلع ما هي الأسئلة اللاحقة والأسئلة المذيلة أيضا نضع كما فاصلة قبل سيد يعني عد حالا هي سيد طبعا نضع قبلها كما إذن عد ما نشوف سيد نضع قبلها كما مثلا هي سيد إذن هذه كما أيضا نضع كما فاصلة في التواريخ يعني في الشهر السنة اليوم لاحظ جون 8 1999 in the city يعني ثمانية جون 1999 ثمانية حزيران 1999 في المدينة نلاحظ وضعنا كما إذن فاصلة كما نعلم السنة نقرأها كل رقمين مع بعض 1999 وثل عدنا الرقم هذا 18 75 لا نقول 1,870 إذن ننتبه كل رقمين مع بعض 18 75 مثل عدنا 16 72 إذن كل رقمين مع بعض نقرأ السنة بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن كما الفاصلة وما هي الحالات التي تستخدم فيها الفاصلة باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اشتراك من القناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته